الحكومة بتلزم البائعين بوضع الاسعار على البضائع ومصادر بتقول ان ده الزام البائعين بوضع الاسعار على البضائع ده محاولة لتحويل الغضب الشعبي تجاه التجار تعالى بقى كده يعني هو وكأنه عايز يقول يا جماعة فيه غضب شعبي حاصل وفيه انفجار ربما يحدث في الفترات المقبلة لكن نحول الغضب على التجار فنخلي الشعب قصاد الشعب ونخلي المواطن العادي يروح يشتري سلعة من السور ماركت او من مكان معين فيتعارك مع صاحب المكان لانه معلل السلعة زي بالزبط لما كانوا بيغلوا اسعار يحرروا سعر السرب فيغلوا اسعار البنزين فبعد ما يغلوا اسعار البنزين والوقود يعني في الناس تروح البنزينة علشان تموت فيلاقي السعر بقى عالي فيتعاركوا مع بعض فالسواء يتعارك مع العامل الغلبان اللي زيه سواء الغلبان يتعارك مع العامل الغلبان بتاع البنزينة والسواء الغلبان برضو هو يتعارك مع العامل الغلبان او الموظف الغلبان او الراكب الغلبان اللي بيركب معاه لان الاسعار عليت فالسواء اضطر يعلي فراح طلع بالمقرباص او في المشروع زي الإسكندرانية ما بيقولوا عليه فركب ففلاني الفلاني قال له يا عم الأجرى كبتلاتة خلتها التلاتة ومص ليه يقول الله نبش فيتعارق مع بعض ويمسكوا في بعض فالشعب يبقى ضد الشعب والحكومة دائما الشماعة هي الاحتكار هي التجار هي الشعب هي أصحاب المحلات وكأن الحكومة ما بتعملش أي حاجة غلط وكأن الحكومة زي الفل ما عندناش أي مشكلة